كشفت وزارة الداخلية غموض اختطاف احد الاشخاص بالقاهرة وتمكنت من ضبط الجناة كما كشفت ملابسات وقاعة الاختطافة التي تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة وتمكنت من ضبط مصنع لتصنيع مخدر البودر وعلى صعيد امنية اخر تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط اثنين يتاجران بالاسلحة النارية بالجيزة وبحوزاتهم كمية من الاسلحة النارية بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من احد المواطنين افاد مشاهدته مجموعة من الاشخاص يقومون باختطاف قائد احدى السيارات حال توقفه ولاد بالفرار تاركين السيارة قيادته وفي وقت لاحق حاضر للقسم المجنع عليه مصابا بجروح متفرقة واياد ما قاله الشاهد انا كنت راكب عربية جيب ركنتها واول منزلت جات ناس قاعدوا يضربوا فيها في الشارع وخطفوني اتخذوني في مكان زراعة كبير قاعدوا يضربوا فيها هناك مش انتا مش انتا مش انتا المطلوب ده تعالينا كل حاجة احنا عملناها بعد كده نزلوني تحت دائري بعد كده جيت على الاسف باجراء التحريات وجمع المعلومات امكان التوصل الى مرتكب الواقع عاطل ارتكبها بالاشتراك مع اخرين لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة قيادة المجن عليها حول الاتجار بالمواد المخدرة فخطط الاختطاف الا انهم عن طريق الخطأ قاموا باختطاف المجن عليه ظنا منهم انه مالك السيارة وعقب اكتشافهم ذلك قاموا بتركه ونجحت الاجهزة الامنية في ضبطهم واقعة الاختطاف التي تم ارتكابها لخلافات حول الاتجار بالمواد المخدرة قادت الاجهزة الامنية للبحث وراء طرفي الواقعة وتتبع خطوط السير واستخدام التقنيات الحديثة وهو ما قاد الى وجود شقة سكنية يتخذها عناصر التشكيل مقرا لممارسة تجارتهم بالمواد المخدرة تم استهداف الشقة بمأموريات بعد اتخاذ الاجراءات القانونية لتنجح الاجهزة الامنية في الكشف عن ان عناصر التشكيل يتخذون هذه الشقة وقرا لتصنيع المواد المخدرة بخاصة مخدر البودر وتمكنت من ضبط كمية من مخدر البودر ومستلزمات تصنيعه تازن 2 كيلو جرام ونصف الكيلو جرام وكمية سائلة من ذات المخدر فضلا عن الادوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع واسلحة نارية وبيضاء وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين وخمسمائة الف جنيه وفي سياق أمني آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير مرخصة بالتنصيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدريات أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين تخصصة في الاتجار بالأسلحة النارية غير مرخصة حال استقلالهم سيارة بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة وبتفتيش السيارة عسر على أسلحة نارية مخبأة بمخزن سري تم إعداده بالسيارة وتم ضبط 81 بندقية خرطوش وأقر المتهمان بحيازتهم هذه الأسلحة بقصد الإتقار بها واستخدام السيارة المضبوطة في تنقلاتهما ومقابلة عملائهما للترويج لنشاطهما الإجرامي